النهاردة كانت مصر على موعد مع مجلسها التشريعي وبرلمانها وصيحة برلمانية وتشريعية ليسمع العالم صوت مصر وممثلها تجاه القضية التي شغلت بال ورأي جميع سكان الكرة الأرضية حول الحرب في فلسطين في قطاع غزة النهاردة وبعد مرور كل هذه الأيام أسابيع ستة على بداية الحرب وكل التفاصيل وكل الدماء التي سالت وكل هذه الحالات التي رأيناها على الهواء مباشرة للإبادة الجماعية والقتل الجماعي والتهجير القصري لآخر هذه الجرائم كانت الدولة المصرية ممثلة في رئيسها وقائدها وحكومتها وأجهزتها الأمنية والاستخباراتية والأجهزة المعنية والإعلام المصري كله كان بشكل متناغن مصطف خلف القيادة السياسية للحفاظ على حكتين الحفاظ على القضية الفلسطينية من الذوبان من التآكل من الانصهار من التصفية وفي نفس التوقيت العفاظ على الحدود المصرية الأمن القوم المصري مقدرات الدولة المصرية كل زر التراب في مصر بعدم القبول بالتهجير من الأراضي الفلسطينية إلى أي مكان في العالم خصوصا وبشكل قاطع إلى الأراضي المصرية في سيناء أو غيرها دي كانت ثوابت الدولة المصرية منذ انطلاق الأزمة وحتى الآن الدولة المصرية والرئيس أجرى اتصالات ولقاءات ومؤتمرات حضور في الداخل والخارج واتصالات مع أكثر من 70-80 زعيم في العالم كل رؤساء الدول تواصلوا مع الرئيس الرئيس تواصل مع الجميع وكانت هناك ورقة مصرية بسيطة لابد من وقف فوري لإطلاق النار دون قيد أو شرط لابد من إدخال المساعدات الإنسانية والطبية والصحية بشكل عاجل وتام لابد من انخراط الفوري المباشر في إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 عاصمتها القدس الشرقية بشكل عاجل وسريع ودون إبطاء كحل نهائي للأزمة الإسرائيلية الفلسطينية دي سوابت الدولة المصرية في سبيل تنفيذ هذه السوابت الرئيس كان بيتواصل مع الجميع بلغة واحدة بكلمات دقيقة ومفردات دقيقة الخارجية المصرية بتسير على نهج الذي رسمه الرئيس الجهزة الاستخبارات والأمن بتسير على نفس المنوال بالتالي كان هناك تناغم ونجاح منقطع النظير لم نرى له أثرا في أي دولة في العالم في التعامل مع القضية الفلسطينية معبر رفح كان مفتوح طوال الوقت راح أكتر من مسؤول دولي أممي زاروا المعبر وشافوه وأجروا مؤتمرات صحفية عقدوا مؤتمرات صحفية على المعبر في الجانب المصري رئيس الأمم المتحدة أمين عام الأمم المتحدة جوتريش والجنائية الدولية المفاوض العام للجنائية الدولية والمفاوضة الأوروبية كل دولي راحوا وشافوا هذا كلام مصري نجاح نجاح غير مسبوق نجاح استثنائي في إدارة الأزمة داخليا وخارجيا والحقيقة البطولة كفيها كانت للقادة السياسية والشعب المصري اللي هو توافق واتسق ووثق في قيادته فنجحت مصر حتى هذه اللحظة في إبراز إمكانياتها ومكانتها النهاردة مجلس النواب بيمارس سلطاته الرقابية سلطاته التشريعية النهاردة مجلس النواب استدعى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة المصرية علشان فيه طلبات طلبات وبيانات عجلة وطلبات أحاطة من مجموعة من النواب ممثلي الكتل البرلمانية داخل مجلس النواب عايزين يسأل رئيس الحكومة على ما قامت به الدولة المصرية كيف أدارت الدولة المصرية الأزمة كيف استطاعت الدولة المصرية حتى هذه اللحظة الحفاظ على الثوابط المصرية ما هي الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة المصرية والدولة المصرية الرسمية خلال هذه الأزمة مجلس النواب المصري ممثل الشعب المصري عايز يعرف من الدولة من الحكومة الحكومة عملت إيه وهتعمل إيه في الأزمة لذلك تم تقديم استدعاء أو طلب لرئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي لكي يصل إلى مجلس النواب النهاردة ليستمع إلى طلبات الإحاطة أو البيانات العاجلة اللي تقدم بها مجموعة من النواب ترجمة نانسي قنقر